عندما نتحدث عن فضاء متعدد الاختصاصات يستجيب للمعايير الدولية ودات مواصفات عالمية اسمه مركب محمد سيريس لكرة القدم أعتقد بأنه لن يكون إلا فرصة للاستثمار في المواهب للاستثمار في المنتخبات للاستثمار في التأهيل والطير والتكوين صحيح لأنه لا يمكن لمركب محمد سيريس لكرة القدم يجب أن يكون فقط فضاء للتجمعات لكن يجب أن يكون فضاء للعديد من المحاور للعديد من السلسلات ذات البعد ذات التكوين والتأطير على مستوى الحكام على مستوى الأطباء على مستوى الأطور التقنية خاصة أن الإدارة التقنية الوطنية اليوم عندها استراتيجية كبيرة جدا يجب أن تترجم على أرض الواقع وأعتقد بأنه لازم شوية للوقت لكن يجب التفكير في المستقبل وعندما نتحدث عن المستقبل نتحدث عن الاستراتيجية الاستراتيجية يجب أن ترتبط بالكوادر وترتبط بالأطور التي ستشتغل هنا في هذا المركب أطور ذات مستوى عالي عندما نريد منتوجا كراويا من المستوى العالي في المنتخبات الوطنية تعرف جيدا على أن نتائجنا تراجعت على المستوى المنتخبات صحيح على المستوى الأندية يمكن هناك نتائج لكن يجب أن نكون صريحين وصرحاء على المستوى المنتوج كراوي الوطني صحيح نفتخر بهذا المركب وصحيح أنه مصدر اعتزاز لنا كمغاربة بحكم أنه يضاهي أو يمكن أن نقول بكل الاعتزاز من أفضل ما يوجد على المستوى العالمي لكن يجب العمل العمل على المستوى المستقبل على المستوى المتخبات الوطنية لكي ترتقي بمنتوجها وتصل إلى مستويات إفريقية وعالمية ما يمكنش نجيو هنا باش نتساره ما يمكنش نجيو مركب عالمي أننا نجيو ونقل نتمنظرون صحيح هناك انبهار المستوى المرافق لكن يجب العمل اليوم جلالة الملك نصره الله عندما دشنا هذا المعلم هذا الصرح الرياضي الكبير أعطى رسالة قوية رسالة العمل رسالة الاشتغال رسالة من أجل البحث عن صيغة جديدة لتطوير منتوج كرة القدم لإعطاء الفرصة للمنتخبات الوطنية المنتخب الوطني الأول كذلك اليوم المنتخب الوطني الأول ما عندوش دارية ما عندوش مسببات ما عندوش شي حاجة يمكن يتخبى من وراءها على المستوى النتائج كل ما كان مطلوب أصبح اليوم جاهز تشتيت بارك الله ما شاء الله يعني هذا شيء احنا كانت عندنا زيارات على المستوى العالمي شفنا منتخبات وشنا ماركيس تكوين وشفنا بزاف ذي الأمور لكن اليوم يمكن نقوله بأن هناك استثناء استثناء على مستوى البنية التحتية على مستوى المرافق الرياضية مركب محمد ساريس يستجيب لكل ما تتطلبه وما تستجيب له كرة القدم المغربية قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في العشين يوتيوب وبرتجيوا الفيديو ديروا جام وتابعوا الدار على مواقع تواصل اجتماعي اشتركوا في القناة